تدشين عهد جديد في تاريخ السلطة القضائية من بين ركام المحاكم التي دمرتها الحرب وعلى أنقاضها وقيم هذا الصرح الكبير في العاصمة السياسية المؤقتة عدن مؤذنا ببدء مرحلة جديدة استعادت فيها السلطة الثالثة في البلاد دورها الغائب وتعمل حثيثا على ملء الفراغ الكبير الذي خلفه هذا الغياب هو الاجتماع الأول لمجلس القضاء الأعلى في المقر الجديد للمجمع القضائي بعدن الاجتماع رأسه رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم وحضره رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار المجلس أقر في هذا الاجتماع اعتماد الحركة القضائية لمحاكم ونيابات محافظة عدن والتي شملت نحو مآة قاضي وقاضية يغطون محكمة الاستيناف بشعبها المختلفة والمحاكمة التجارية ومحاكمة الأحداث والمحاكمة الابتدائية المجلس أقر أيضا إنشاء محكمة ونيابة استئنافيتين في محافظة أرخبيل سقطرة وفقا للمدة الثامنة من قانون السلطة القضائية الحاضر الأبرز في اجتماع مجلس القضاء الأعلى كان أوضاع القضاة واستمرار مشكلة عدم صرف المرتبات وعدم استقرار أحوالهم وهي قضايا ستبقى مصدر تحدي كبير يعوق استعادة السلطة القضائية دورها بالجاهزية الكاملة لكن المراقبين ينظرون باهتمام كبير إلى هذا الاجتماع لما يحمل في دلالاته من معاني الإصرار على تأكيد حضور الدولة بكل مؤسساتها رغم بقاء الانقسام على حاله في هذه السلطة نظرا لبقاء جزء كبير من المحاكم تحت إشراف الإنقلابيين إلى جانب ما يمثله السمرار خروج المحاكم عن جاهزيتها في بعض المحافظات من تحدي له علاقة مباشرة بغياب العدالة في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد من تاريخ البلاد